وطبعاً يعني هنتكلم النهاردة يمكن عن مباراة هامة جداً جماهير النادي الأهلي بتعيش حالة من الفرحة الكبيرة من المبارح وده بعد فريقهم الفوزة على فريق العين الإماراتي بنتيجة 3-0 بالدور الربع النهائي من بطولة الانتر كونتيننتال في الحياة الأهلي قدم مباراة كبيرة جداً قدر من خلالها أنه هو يعني يحصد هذه الجائزة وأيضاً يعني يؤكد على صدرته دائماً لكرة القدم مش بس في مصر أيضاً في القرى الأفريقية وفي الثلاث قرات الأخرى خلينا نتعرف على تفاصيل هذه المباراة بصحبتنا في السوديو صباح الخرية مصر الناقض الرياضي لأستاذ محمد مهدي عشان يكلامنا عن هذه الأمور بالتفصيل أهلا بك أستاذ محمد صباح الخرية مصطفى صباح الخرية دينا وصباح الخرية على كل استاذ المشاهدين ثلاثية نظيفة على الرغم من أن لاعبي العين الإماراتي فيهم لاعبين بأرقام فلكية لكن الكرة ملهاش كبير والمارض الأحمر أثبت تفوقه في الملعب بمنتهى يعني زي ما شفنا يعني تعليقك هو يعني مع كامل احترامنا الفريق العين فريق كبير وهو زعيم آسيا وبطل دوري أبطال آسيا كان عامل سيزن رائع للمسلم اللي فات ومن الفرق الكبيرة جدا في آسيا ويضم لعبين محترفين على مستوى عالي ولكن العين يعني ما تعلاش على الناد الأهلي فبالتالي إنه لو الأعين هو بطل آسيا فالأهلي بطل آسيا وبطل أفريقيا شفنا قبل كده مع الهلال والناس كلها عادتوا لك القيمة السوقية للهلال السعودي وهيكسب الناد الأهلي بالسريع وشفنا الناد الأهلي بيتوك بروعية نظيفة في شباك الهلال السعودي العام الماضي في المنديال الأندية في الجوارة المشعة كل الناس بتقول لك اتحاد جدة ويعني هيطر على الناد الأهلي وكريم بنزيمة وكانتي وشفنا مباراة والأرواع من لعب الناد الأهلي وسلسية مقابل هدف الاتحاد جدة في الأراضي السعودية فبالتالي إنه الناد الأهلي في مباراته مع الفرق الأسيوية يعني يبدو كبيرا ويظهر بصورة عظيمة ينهي اللقاءات مبكرا ويسجل الأهداف ويحافظ على رصيده إنه طول الوقت متوج على الفرق أسيا فبالتالي الناد الأهلي استحق المباراة مباراة استحق الكأس السلس قرات أفريقيا وآسيا وكريمونسيا بجدارة واستحقاق سيطرة على المباراة بكاملها منذ انطلاق حتى النهاية لم يظهر العين ولم يشكل خضورة على مرمى محمد الشنوى حتى إنه بعض يعني الإعلام الإماراتي قال لك إنه العين لم يحضر إلى القاهرة يعني فبالتالي الناد الأهلي قدم مباراة كبيرة جدا وده طول الوقت هو الناد الأهلي أنه لما يخسر بطولة بطولة الصبر لأفريقيا ما من نادي الزمالك عاد مرات أخرى وكسب بطولتين مش بطولة بطولة الصبر المحلي على حساب الزمالك في الإمارات ثم بالأمس الفوز على العين الإماراتي والتأهل إلى نصف نهاية كأس الانتر الكونتيننتل دي مكاسف فنية كبيرة جدا للناد الأهلي طبعا بجانب المكاسب المادية الناد الأهلي مبارح حق 2 مليون دولار مكافئة المباراة ولسه يعني في مزيد من الأرقام في المباراة القادمة يعني إن شاء الله طيب كلمنا محمد مبارح عن التكنيك اللي لعب دي أو اللعبة كانوا يستخدموه في الملعب واللي طبعا كان درابهم عليه كولر بشكل كبير جدا التكنيك ده كان مختلف عن المباراة القابلة كده هل شفت فيه اختلاف عن السوبر المصري والسوبر الإفريقي اللي كان مع زمالك؟ بص بيش اختلاف كبير لأنه يعني نفس التشكيل حتى نفس التشكيل اللعب مبارح هو نفس التشكيل اللعب في المباراة الصوبر أمام نادي الزمالك نفس الطريقة ونفس الخطة ونفس كل شيء وباستثناء بس الضغط مبكرا خلي بالحضرات كان حصل في مطشز زمالك أيضا حتى لو شفت في مطشز زمالك أيضا في أول تلت ساعة الأهل مضيع ثلاثة انفراضات أمام نادي الزمالك كان تقلق محمد عواد بقوة كان وصام ضيع انفراضين وحسين الشحات ضيع انفراض بمرمى عواد فبالتالي نفس اللي حصل في مطش الزمالك هو اللي حصل في مطش العين الأهل بدأ ضغط على العين مبكرا ومستحوز على كل شيء ويهدد مرمى خالد عيسى حارس مرمى العين الإماراتي حتى نجح وصام بعالي أنه يستغل خطأ مدافع العين ويسجل الهدف الأول للنادي الأهلي حتى الفنية الضعيفة لنادي العين في مبارات الأمس وحتى كريسب والمدير الفن للعين تحدث في المؤتمر الصحيح وراء قال الفرقة ما جاتش هو الدفاع البرح كان خطير يعني صراحة كان قوي جدا للعين ولا للأهلي لا للأهلي طبعا بص لما يكون عندك سوفيان رحيمي يعني أحد أبرز المهاجمين حاليا ولبا كتجة مهاجم قوي جدا وانه تزار سيطرة عليهم طول التسعين دي فبالتالي ده نجاح لدفاع النادي الأهلي وحارس مرمى ولكن القصة مش هجوم فقط لأنه يعني خط الوسط عند العين ما كانش موجود خط الدفاع ما كانش موجود كولر نجح أنه يقلق كل الخطوط على يعني كريسبو مدرب العين الإماراتي فبالتالي ظهرت المباراة أنها من طرف واحد النادي الأهلي مسيطر مستحوص يهدد المرمى يسجل إلى أهداف فيه غياب تام للعيب العين الإماراتي أيضا في غياب للمدرب كمان كريسبو أنه حاول يعمل تغييرات مبكرة يدفع ببعض الوجوه الموجودة على دكة البلاء ولكن كله لم يأتي بسمره معه يعني فظهرت النتيجة أنه النادي الأهلي يعني يتفوق بسلسة نظيفة والنادي الأهلي ضيع أكتر من هدف كان يقدر يضاعف النتيجة بشكل كبير جدا طيب برأيك مين أفضل لعب في هذه المباراة تقدر تقول أنه فعلا يعني كان الأكثر توفيقة فيه يعني من وجهة نظر هو جمهور النادي الأهلي هو الأفضل في المباراة بتاع الأمس احنا شوفنا التزام كامل من جمهور النادي الأهلي من قبل المبرامة يعني من المبركات الساعة 8 مساء من الساعة 2 إن الجمهور موجود ومتواجد في السادة القاهرة بكسافة وبقوة فبالتالي تشجيع متواصل لعب النادي الأهلي منذ البداية حتى نهاية المباراة فبالتالي حتى مدرب العين الأمارات يتحدث في المؤتمر الصحفي إنه قال إنه جزء كبير من خسارة تركيز لعب العين هو كان جمهور النادي الأهلي لأنه كان حاضر بقوة وقال إنه العين ما بيلعبش في الأجواء دي يعني الملعب والجمهور والأعداد الكبيرة اللي كانت موجودة فده أثر بشكل كبير على أداية العين الأمارات فبالتالي لو أنا من وجهة نظر هقول إنه أفضل لاعب هو جمهور النادي الأهلي لأنه يعني زي ما الحداشة اللاعب قده بشكل كبير جمهور النادي الأهلي عمل يعني أجواء رائعة في السادة القاهرة بالأمس ولكن على مستوى الملعب أعتقد إنه إمام عشور كان مميز جدا في مبارات الأمس في مبارات السوبر المحلي في الإمارات كان ظهر بمستوى ضعيب جدا وحتى كان يعني ينال بعض الانتقادات من الإعلام أو من المحللين في سوق مستوى إمام عشور ولكن كان متفوق جدا في مبارات الأمس أمام العين الإماراتي وده يعني أفضلية للنادي الأهلي في الشق الهجوم يعني طيب وهو مرح يعني كولر إحنا لاحظنا أنه كان قادر أنه يقفل كل مفاتيح اللعبة على العين الإماراتي زي ما أنت قلتهم عندهم لعيبة قوية جدا زي سوفيان رحيمة وغيرهم فهو إزاي قدر يعمل ده يعني تفاصيل أكتر كبير وصحية هي طبعا طول كورة القدم أحيانا بتساعدك شوية كمدرب أنك تقدر تنفس أفكارك بمعنى أنه نجاح كولر مبارح هو نفس أفكاره اللعبة قدت ما عليها العين ما كانش في حالته فبالتالي وضع جدا كولر كان مركز بشكل كبير لعابة مركزة فقدت المساعدة للنادل أهلي قدت لعبت النادل أهلي الفرصة أن هما يتقلقوا بشكل كبير جدا في المباراة الكورة ما كانش ماشية في الناحة التانية لا مع الفريق العين أو كريزبو المدير الفني فبالتالي هو ده اللي عمل الفريق أنه شفت الجاب كبير جدا أنه لا حتى العين مش قادر يجاري لعبت النادل أهلي مش قادر يهدد مرمى محمد الشناوي مش موجود في اللقاء فبالتالي هي حالة المباراة والضغط اللي عمله كورر من البداية على لعاب العين مع الضغط الجماهيري يعني خلى فيه حالة أنه لعبت النادل أهلي فرقين طول الوقت وضغطين بشكل كبير جدا على لعاب العين مش أنه هو متفوق وبيضيع هدف أو بيسجل وبيتراجع إلى الخلف لا طول من بداية المباراة حتى التسعين احنا شفنا ضربة الجزاء في أواخر الاشخاص التاني فبالتالي انت ضاغط طول الوقت على دفاعات العين الإماراتي ومنتشر بشكل كبير جدا في كل أرجاء الملعب ده اللي عمل حالة أنه كورر له وقف على الخط مرتاح لأنه شايف أنه لعبته بتأدي بشكل كبير جدا شايف أنه هو مستحوث ومسيطر على المباراة شايف أنه لعبته يعني في أفضل حالتها بتسجل أهداف شايف أنه العين مش موجود في المباراة فبالتالي أنه كان مرتاح الكورر في المباراة خطته نجحت طبعا خطته نجحت أنه سيطر بالشكل ده ويفوز بسلسينة نظيفة فطبعا يعني شايف أنه خطته نجحت تفكيره نجح طريقته في اللعب أمام العين الإماراتي نجحت الفضل أيضا يعود إلى لعب النادي الأهلي أنه هم قدروا لسه فيزين ببطولة الصوبر راجعين من الإمارات فبالتالي أنه دخلوا في الأجواء سريعا وأنه يحقق البطولة أنه كان فيه كلام كتير جدا قبل المباراة العين هو طبعا فرق كبير زعيم آسيا فبالتالي أنه كل يعني الأقاويل كانت تصب فيه صالح العين أنه هيعمل ببطولة كبيرة جدا هو ده اللي أنا عايز أسأل عليه دايما يعني معتدين في الملاعب الأوروبية في ملاعب كرة القدم دايما بتتقاس القيمة السوقية وبتتقاس اللاعبين وشهريتهم وقيمتهم وده اللي بيدلهم هيبة وده اللي بيخالي الصحافة تتكلم عليهم ولكن بخلاف ده إحنا بنشوف يعني على أرض الواقع فيه حاجات بتتغير كلمة السر فين يعني هالكلمة السر مثلا فيه اتحاد اللاعبين مع بعض فيه تغييرات مارس الكولر فيه الخطة اللي حطها فيه الجماهير يعني الخلطة هنا إيه هي الخلطة في النهاية هي كرة جماعية في النهاية آه فيه القمة السرسوقات بتفرق انت الجودة اللاعب اللي عندك بتفرق هل دول أعلى ناس أو الكوالي بتاعهم علي جدا ولا لأ العين آه عنده لعيبة كويسة جدا ولكن لما تيجي تشوف مستوى العين الإماراتي الموسم الماضي عن الموسم الحالي العين الإماراتي بتتكلم في آخر سبع مباريات يعني مستوىات ضعيفة جدا سواء في الدور الأماراتي أو دور أبطال أسيا يعني لإما تعادلات لإما خسائر فبالتالي أنه عندهم مشكلة وعندهم كلام على إقالة المدير الفني كريسبوك قبل المباراة وقالوا أنه يعني آخر فرصة لهم هي مباراة النادي الأهلي إذا تخطى الأهلي هيكمل إذا لما يتخطى النادي الأهلي فبالتالي فرصة ضعيفة في البقاء مع العين الأماراتي فبالتالي دي كلها أمور بترسل فيه كان كسب العين الأماراتي كان كسب أوكلاند سيتي ستة اتنين فدأهم كان كويس كل مطش يفرع عن البعض أوكلاند سيتي النيوزولندي مش النادي الأهلي فبالتالي ده كان دور تمهيدي ده دور ربع النهائي فبالتالي أنه الفرق بين الحاجتين حاجة كبيرة جدا زي ما النادي الأهلي عنده طموح أنه يكسب المطش بتاعي مبارا ويتوج باللقب ويكمل المشوار البطولة العين أيضا فريق كبير فبالتالي عنده طموحاته أنه يكمل المشوار وأنه يقدر يكسب النادي الأهلي حتى لو كان في القائرة ويكمل المشوار لأنه في النهاية هي بطولة تاريخية ويشارك فيها أبطال القرات فبالتالي أنه كل فريق من حقه أنه عنده طموح وحلم أنه يكمل البطولة الجزئة بتاعت القيمة السوقية بتفرق بشكل كبير جدا ولكن مع اللعب الجماعي أعتقد الفروق اللي بتبقى كبيرة دي يعني بتوه في الروح والكيمة والكيمة بالضبط بتروح مع القصة يعني من الإحصائات مبرح سوفيان رحيم هو أحد من أفضل المهاجمين ولكن طول التسعين دي لم يسدد كرة على مرمى محمد الشناوي لم يقلق أي فرصة تهديفية فبالتالي إحصائياته ضعيفة جدا وكل الكلام كان قابل على خطورة سوفيان رحيم كرة ملهاش وهو جايز أنه يومها مبرح ما كانش يومه فبالتالي أنه ده وارد بيحصل رونالد مبرح ضيع ضرب الجزاف دي 96 وخرج من جكس خادم الحرمين الشريفين مع النصر السعودي فبالتالي طول الوقت الكرة ما بتدكش الفرصة أنك أنت حين بتباش في حالتك البدنية والزهنية القوية احنا شفنا مبرات نهائي الكاس السوبر المحلي ضربة الجزافة شكبالة بيضيعها لو جابها كان الزمالك كسب البطولة بتضيع ضربة الجزافة فبالتالي النادي الأهلي بيسجل ويكسب البطولة فهي كرة القدم بتتوقف على حالتك طبعا طبعا وكل الناس بتضيع يعني مش أنا أقولت أبلاحة تارونالد عشان لا تتمرتش انت شايف اللي بعد كده للأهلي يعني هو وصل لربع النهائي الانتركونتين هل لعب مين والمفوضة لاستعدادات اللي جاية ازاي خلال الفترة اللي جاية يعني عشان كمان ثقة زيادة اللي أكيد أخذها الأهلي من فوز ومبارح ما يبقاش ثقة زيادة جدا فنبدأ أن احنا نتخزل في المتش اللي جاية بصي النادي الأهلي يعني مسته بعيدا يعني عن باقي الأندية أنه عنده ميزة أنه بيقدر يفصل بالبطولة بيحتفل بالبطولة ثم بيغلق الصفحة يبدأ يفكر بعدها ولسه الأسبوع الفات كسبان السوبر المحلي فبالتالي أغلق احتفل أغلق الصفحة الأسبوع اللي بعده كسب العين الأمارات فبالتالي هو النادي الأهلي ناجح جدا في الحتة دي من زمان مش من دلوقتي يقدر يفعل على نفسه كويس جدا وقدر يركز في اللي جاي دور نص نهاء البطولة اللي لسه بتتكلمي في 14 ديسمبر فبالتالي لسه فيه فترة كبيرة جدا للنادي الأهلي ناجح لخلال الفترة دي عنده مباراة الدوري المحلي عنده بطول مجموعات دوري أبطال أفريقا فبالتالي هو يبدأ يركز في الحاجات دي لسه نصف نهاء دور الانتر كوتينر في 14 ديسمبر زي ما قلت لحضرتك لسه النادي الأهلي ينتظر هيقابل مين لأنه لسه المواجهة التانية بين يعني بتتكلمي في كوبا لبرتدوريس لسه مخلصتش محسمتش الأمور عندهم والطرف التاني باتشوكا المكسيكي اللي اتنين هيلعبوا بعض بطل البرتدوريس مع باتشوكا اللي هيكسب منهم هيقابل النادي الأهلي يوم 14 ديسمبر في الدوحة اللي هيكسب من الأهلي يوم بطل هيلعب رأي المديد في النهاية يوم 18 ديسمبر على السادلوسيل في الدوحة فبالتالي لسه بدر جدا عشان النادي الأهلي يفكر في القصة دي ولكن لما بيجي وقتها بابلها بعشر قيام أو 15 يوم هيبدأ النادي الأهلي السادلات لأن المتشاط هتلاعب في قطر هيبدأ هيسافر يعني يا خلالنا شهر ونص بعدين هو هيكون عنده متشاط الدوري عنده متشاط الدوري خلاص الدوري المحلي بدأ عنده دوري أبطال أفريقيا دوري المجموعات خلاص بيبدأ المتشاط في دوري المجموعات فبالتالي أنه عنده فرصة أنه يقدر يركز في المتشاط دي حين يعني شهر ديسمبر يقدر يخش بقى على الانتر كونتر لأنه كمان جويسها المالية كبيرة جدا تبتتكلم في متش مبارح 2 مليون دولار إذا كسب متش بتاعها يعني عنده متش 14 ديسمبر كسب ففيه 2 مليون دولار يعني أخرى في خزينة النادي الأهلي هيواجه ريال مدريد في المباراة النهائية فأعتقد أنه تبقى مواقع قوية جدا البطل بياخد 5 مليون دولار فأعتقد أرقام كبيرة جدا تساعد النادي الأهلي يعني في استخدام لعبين جدد تساعد النادي الأهلي بلعب ريال مدريد بطل أوروبا فبالتالي أنه ماتش كبير جدا يزيد اسم النادي الأهلي وبطولاته ورصيده لأنه غراه يتفرج عليها العالم كله أنت تكلمت من شوية على الجماهير وقلت أن الجماهير كانت حضرة من الأول وكانت خلق حالة من الدعم الكبير لصفوف النادي الأهلي من بدري بالتأكيد العين الإماراتي فريق ليه جماهير لكن لما بيجي في مصر وفي استاد القاهرة ومع جماهير النادي الأهلي اللي جاية من الساعة اثنين وشوف هذا الكم وهذا العدد وهذا الحب بالتأكيد ده كان عامل نفسي مهم الهيبة بتاعة الجماهير كلمني على القصة دي تحديث يعني زي ما عشان كده ذكرت حدك في الأول قلت لك يعني أنت بسألني أو دي أنا بسألني على أفضل لاعب قلت هو جمهور النادي الأهلي لأنه الجمهور هو عامل مهم جدا أنت ليه الفايدة بتاعتك أنت كده بتلعب مرشدك على أرضك لأنه على أرضك بتقل حتى عاملها الأرض والجمهور طبعا فبالتالي الجمهور عامل مهم جدا 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 أحيانا بيبقى الجمهور عامل سلبي على اللاعبين ولكن ده ما بيحصلش بيعمل مشاكل بالضبط يبقى المشاكل وبتاعه ضغط بيصدر ضغط بيحصل غرمات على النادي بسببه بالضبط للنادي ولكن جمهور النادي الأهلي لأنه اعتاد على البطلات فبالتالي بيعرف يتعامل إزاي في المواقف الإزايكة خصوصا حتى لما بتبقى بتقابل منافس قوي أو بتقابل فريق كبير فبالتالي النادي الأهلي أو جمهوره بيبقى ليه دور كبير أنه بيصدر الضغط مبكرا للمنافس فيفقدك تركيزه بيساعد النادي أنه يعني يسيطر على المباراة بيساعد النادي أنه هو يكسب حتى في المطشاط اللي هي بتبقى مقفلة شوية وبتكسب في آخر المباراة أو حاجة الجمهور بيشكل ضغط على المنافس بشكل كبير جدا يقدر أنك إنت يعني لو بتتكلم في نسبة أنه نقول أنه لا الجمهور لا يقل على 50% من الفوز لمباراة النادي الأهلي ولكن هو في النهاية برضو النادي الأهلي لعب مع الاتحاد جدا في السعودية وكان ملعب مليان جمهور الاتحاد السعودي وكسب فبالتالي أنه هو مش شرط أنك إنت بتلعب على أرضك وجمهورك فبتكسب لا أنت بتكسب داخل أرضك وبتكسب خارج أرضك أنت بس تتكلم على ظروف جمهور برضو في التحاد جدا لحنا عندنا جالية مصرية فوق الثلاثة مليون مصري في السعودية أنا فاهم ولكن في المباراة دي يعني مباراة الأمس العين كانوا أخذ جزء بسيط من المدرجات بتتكلم في ألفين وخمسونة تذكرة فبالتالي مش زي جمهورنا جمهورنا بتتكلم في ستين ألف مشجع للنادي الأهلي في المباراة ففرق شاسق فريق العين مهما دخل وكان مهما كان معه جمهور ولكن لما يشوف الهتفات والعدد رهيب جدا لأنه خلي بقى لك برضو يعني غالبية الفرق يعني الأسوية ما بتلعفش بشكل كبير جدا في وسط هذا الكم من الجمهور ولا هذه الضغوط من الجماهية الجزء الثاني الأهم من الموضوع للسبزاز اللي بيحصل للجمهور واللعبين مهم جدا لأننا حتى ذكرت لك في المقدمة على موضوع هلال السعودي والتحاد جد أنك أنت لما بتجي تتكلم قبل المباراة على قوة الهلال السعودي ووكمته التسوقية واللعبين المحترفين أو إلى آخره والتحاد جده وبنزيمة وكانتي وإلى آخره مليء بالنجوم العين مليء بالنجوم وبطل أسيا وهزم الهلال السعودي وهزم النصر في أفضل حالتهم فبالتالي فرق كبيرة جدا لما تجي تتكلم قبلها وتفرد مساعدة لأنه مباراة مهمة فبتفرد مساعدة كبيرة جدا سواء الإعلام داخل مصر أو خارج مصر بيتكلم بشكل كبير عن قوة المنافس للنادي الأهلي وكمته السوقية وما يمتلكه من نجوم في الملع ده بيعمل استفزاز للعيبة النادي الأهلي إنه لا إحنا في النهاية النادي الأهلي بطل أفريقيا فبالتالي إنه يعني والجمهور نفس القصة بيحس بدا فبالتالي بيبدأ يزيد حتى حماس الجمهور أكتر من المباراة العادية يعني بتشوف حماس الجمهور في المباراة المحلية مش نفس الحماس والإصرار والدعم في المباراة المحلية فبالتالي إنه كل مباراة لها ظروفها بتتكتف الظروف بتشوف التنظيم ذات نفسه يعني في أفضل حالاته المستوى اللاعبين في أفضل حالاته ومستوى الجمهور في أفضل حالاته تتكتف المنظومة تبصت لأي نتيجة النادي الأهلي كسبان بارتاحية 30 العين المرة هو من أحد الفرق الكبيرة جدا يتوج به البطولة فهي كلها عوامل مساعدة للنجاح يعني طيب يعني أكيد إحنا كلنا شايفين الأهلي قد مباراة نكحة جدا مبارح لكن هل إنت شفت بعض الأخطاء اللي إنت يعني عايز تقول يعني نخلي بالنا الفترة اللي جاية منها في المباراة النصف النهائي نعمل إيه الأخطاء اللي إنت شفتها كمان أثناء الله بص كورة تقولي الوقت إنه طالما أنت بتكسبي فبتتغاضي عنها مع الأخطاء لا بس إحنا كمان يعني بتقول رأيك ويجيت نظرك أكيد يعني فلأ ما كانش فيه أخطاء كبيرة للأهلي بص ممكن يبقى فيه أخطاء لو كان المنافس هدد مرمى النادي الأهلي شكل خطورة على مرمى النادي الأهلي فبالتالي نقدر نقول إنه فيه أخطاء في صفوف النادي الأهلي نقدر نقول أخطاء عنده كورة ولكن طالما هي في الكورة طالما الكورة ماشية وبتكسبي وبنتيجة كبيرة فبالتالي الناس بتتغاضي عن أي أخطاء لو المباراة بلغة الكورة كده مع أرابة هيقول لا أصل الكورر مفهوض ما كانش طالح يسان الشاحات وكان مش عارف بدأ ببير ستاوبة شطهر محمد طهر لكن طالما هي الكورة ماشية وطالما النادي بيكسب سواء الأهل أو غيره يعني فبالتالي حتة الأخطاء دي محدش كتير قوي بيتكلم فيه لأن خلاص أنا بس أنت في النهاية أنا كمدير فني أنا مطلوب من إيه أنا استحوست وسيطرت على المباراة بكاملها كسبان 3-0 بأريحية فهتيجي تتكلم معي تقولي الأخطاء إيه يعني لكن لو أنا متعادل أو خسران أو كسبان بصعوبة أو أداء اللاعبين أداءهم سيء فيه خلال المباراة تقدر تتكلم أنه لا والله ممكن يقول مباراة بقى البدني والفني والزهني وإلى آخره ولكن طالما أنه المنظومة كلها نكحة وانت عامل المباراة كويسة جدا وكل الناس تشيد بأداء لعب النادي الأهلي وبتغييرات كولر وددخلات خلال المباراة فبالتالي بتتغاضى عن أي أخطاء ده بشكل عام ولكن في المباراة ما كانش فيه أخطاء واضحة للعب النادي الأهلي بدليل أنه ما شفناش خطورة كان فيه أهداف كان مفروض بالضبط ما شفناش خطورة للعين الأماراتي على مدار التسعين دقيقة على مرمى محمد الشنوي كان يعني موجود بأريحية دفاع النادي الأهلي كان موجود بأريحية رغم أنه يعني بلعبوا على اتنين من أفضل المهاجمين لابا كوتجا وسوفيان رحيمي اتنين مهاجمين تقال جدا أنهما ما يهددوش مرمى محمد الشنوي فبالتالي أنه ده نجاح كبير لخطت فاع النادي الأهلي أكرم توفيه ورام ربيع وياسر إبراهيم وياحي عطلت الله وثم من خلفهم محمد الشنوي ونص الملعب بتاع الأهلي مروان وإمام وكوكا كان عاملين مرش كبير جدا ومستعوذين بشكل كبير وسامب علي كان ليه دور مهم جدا في التلاتة هدف اللي تم إحرازه من النادي حتى ضربة الجزاء هو اللي ضغط على المدافع واستخلص الكرة حسين الشيحات ما كانش مستوى بالشكل المأمول وضيع انفراضين وتم تغييره خلال المباراة طاهر ظهر بشكل مميز وليه أكتر من المباراة طاهر حتى رغم أنه كان فيه انتقاد كبير لطاهر محمد طاهر في فترة الماضية ولكن ليه تلت مباراة على التولي بيتقلق مع النادي الأهلي بشكل كبير وحجز ما كانوا في التشكيل الأساس على يحال ألف مليون مبروك للمارد الأحمر القلعة الحمراء النادي الأهلي لقدر يشرفنا فيه مباراة لا أروع ولا أجمل ثلاثية نظيفة أمام العين الإماراتي قدر بيها يحصد 2 مليون دولار فيه بطولة الانتر كونتيننتل أعتقد إن شاء الله البطولات القرية دي بتؤكد يعني مش تلت بس أن النادي الأهلي فريق مصري أو عربي ولا فريق أفريقي فريق أيضا بيحصد بطولات دولية على كافة المحافل أو مكافة اللقاءات الدولية نشكر نقد الرياضي لأستاذ محمد مهدي نورنا وشرفنا وكلم معنا بالتفصيل عن هذه الأمور شكرا جزيلا شكرا لك نورت